هنا على هذه التلة يقتن يوسف أبو طير على أرض ورثها وأشقائه وأولاد عمه من الآباء والأجداد بنت العائلة ثمانية عشر منزلا ستة عشر منهم بعد سطور تراخيص البناء اللازمة من بلدية الاحتلال لكن بعد تقدم أحد أبناء العائلة الشهر المنصرم لاستصدار رخصة بناء جديدة تفاجأوا بأن الأرض وما عليها سجل لصالح ما يسمى بالسندوق القومي اليهودي المنطقة هذه أول شيء منطقة الكز تكريبا ما فيها طابو نحن عن طريق الحجج والإخراج كيد الأردني طبعا في من الناس كثير معهم الإشياء هذه الأرض بتعود لدار أبو طير لأل أبو طير يعني أبا عن جد ما فيش حدا بنفسنا فيها الأرض ولا بنازع عليها الأرض هذه اللي احنا فيها اللي صار أنهم سووا عملية سرقة وضح النهار من دون أي علم من دون ما حدا يعلم شو اللي صار كيف التسجيل اللي صار والطابو اللي صار خلال سنة ونص يعني 15-2023 15-5-2023 كانوا مسجلينها طابو على اسم الشركة هذا هذه الشركة محتلة نصابة تزييف بعرف شو اللي صار وفور تحرك عائلة أبو طير لمحاكم الاحتلال تبين أن الصندوق القومي الصهيوني قد صادر أكثر من 63 دنم في أيار عام 2013 دون التواصل مع أصحاب الأرض أو إعلام السكان بذلك أنا ساكن في البيت هذا إلى تكريبا 20 سنة في هنا من القائمين البيوت القائمة في بيوت اللي هن تكريبا 35 سنة في بيوت 40 سنة 30 سنة أقل بيت أقل بيت هن يعني 20 سنة هذه شركة بحكي لك نصابة مزيفة شو اللي صار ما حدا باعلم يعني لو سجلوا عاسميهم احنا مش معترفين فيها إنها شركة أصلا 139 مواطنا من أهالي القرية قد تضرروا بهذه الصرقة المغلفة بغطاء قانوني صهيوني لا ينام أبناء القرية خوفا من عمليات مداهمة أو طرد فجائي لكنهم مستمرون بالبناء على أراضيهم ثباتا وصمودا وإيمانا بحقهم من مدينة القدس المحتلة